هاي everyon I hope you are doing well إن شاء الله يا ربك يكون بخير اليوم انا ادعى صور حلقات من اليونت الثامن صراحة بعض احتراجاتكم من اليونت الثامن هي ثلاث محاضرات فقط الانشاء تمارين مهمة والقطعة اللي موجودة بي اليوم انا ستساويكم ثلاث محاضرات كملتلكم اياها وختمتكم اياها حتى لو انتصل اليونت الثامن اشتوفها وخلص اذا انا اليوم باخر محاضرة من محاضرات اليونت الثامن الي هي القطعة الموجودة باليونت الثامن تعتبر من أسهل القطع الموجودة عندك صراحة ومن أقلها وحتى الأسئلة الموجودة بها تكاد تكون جدا معروفة زيان خلينا قرأ سويا ونشوف شنو الأسئلة اللي جاية أو شنو أهم الشراط الموجودة بهاي القطعة عندنا هنا يقول إذن الرياح هو مورد طبيعي استخدم الإنسان منذ آلاف السنوات إذن هي قطعة كذلك عن شنو؟ عن الرياح People have used its power sailing boat شنو استخدمه موارة هالقوة مال الرياح sailing boat all over the world حول العالم and it was used in Europe for a long time to grant corn into floor for bird شنو قبل يستخدموها إنه هي شو تسوي تحرك البوتس القوارب الشراعية بأنحاء العالم لكن ورها بأوربو الفترة طويلة استخدموا الرياح حتى يطحنون بها الذرة ويسوون خوز أوكي؟ now we have developed ways to use and to provide electricity for many other purposes لكن اليوم إحنا لازم طورنا طرق هاي وصورنا نستخدم طاقة الهواء أو الرياح بتوفير الكهرباء لعدد من الأغراض الأخرى يعني قبل أول شان بس هي موجودة بس تحرك السفن الشراعية ورها استخدموها حتى يطحنون بيها الذرة المستخدم للخبز بعد هالطور العلم صاروا يستخدموها كطاقة توفير بيها الكهرباء وأيضا لعدد من الأشياء الأخرى زيان هذه هنا نحن أعتقد ماكو شيء مهم ماكو شيء أنه أنا أأكد عليه البارت الثاني لا ركزوا إياي بيه جيدا أكو أشياء مهمة زيان شوفوا كلمة معناها مميزات أنا عندي ومميزات وعندي معناها مساوة فدائما من تلقفت شيء يقول لك هذا معناها مميزات ومساوة إذن شنو مميزات يقول من المميزات of wind power is that it's clean energy هي طاقة نظيفة يعني شنو طاقة نظيفة يعني ما تندج دخان ولا توصخ شيء يعني هي طبيعية من الله إحنا نقول إذن يقول هي إنه هي clean energy احتمال يجيك على شكل فراغ تمام wind power doesn't produce لا تنتج any waste or green houses gases ما يتطلق أي غازات احتباس حراري ولا تطلق أي waste نفايات هاي الأشياء الأخرى another advantage إذن أول أدفانتج للرياح إنه هي clean أوكي إنه هي doesn't produce any waste الميزة الأولى إنه هي clean doesn't produce any waste or greenhouse gases ولا أي غازات السواء الاحتباس الحراري another advantage وأيضا أشياء ثانية أو زينة it is renewable هي طاقة متجددة طاقة متجددة إحنا جدين نحكي هنا محاسن أو الأشياء زينة موجودة بالرياح wind 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 by changing temperature in the air and it will never run out وأيضا هي تنتج الرياح عن تغيير درجات الحرارة بالهواء ولن تنفذ أبدا هي المسؤولة عن تغيير درجات الحرارة مستحيل تخلص هي رياح renewable طاقة متجددة finally أخيرا wind power الرياح شبيه wind power is efficient كفوئة because wind turbines are quite tall the land under the turbines can still be used to agriculture لأنه الرياح المعنى هي هاي سموها هاي دواس الرياح هاي لسطر طويلة و بعدها وراه يشبيه بها شون البنكة تفتر هي هاي wind turbines أقول لأنه هي طويلة كلش يعني عادي الإنسان نقدر يزرع جواها مو أنه راح تسوّب بمضار للدائر مدائر هي طويلة وبالنهاية بها هاي تفتر فاللي جواها عادي ينزر وممكن نستخدم للزراعة تمام يمكن استخدم الأرض موجودة أسفل التوربينات للشنوة للزراعة زين sorry wind power does have some disadvantage احنا تذكرنا الأشياء المزينة بها المويزات خلني جاء على المضار يقول disadvantage مضار أو مساوئ however people who live near the turbines find them unattractive احنا عدنا attractive جذاب unattractive يلقوها شي ما حلو وانظرها ما حلو and think they spoil the landscape وده تخرب المنظر الطبيعي للأرض يعني أنا اليوم عايشة بهذا البيت ما ريد هاي الدوار الرياح والتفتر منظرها ما حلو بالنسبة البيتي والمنطقة يعني يقولون ايضا هي شبيه صوتها كلش مزعج وعالي although it quite possible that a new technology may make them quieter in the future هذا الموضوع انه تسبب ازعاج ممكن جدا بتطوير التقنيات الحديثة ممكن انه يخلو ما بها صوت لكن هذا الشي شبيه مكلف اذن يقول there is also a lot of expense يعني الكل فمارت راح تكون عالية involve installing and maintaining وحتي نسوي لها ادامة او صيانة ونثبتها بتقنيات اخرى راح يكون العمل كلش مكلف الان توربين اكيد توربينات لا تكون كافية حتى تنطينا كل مصادر اللي احنا نريدها من عندها يعني تنطينا الطاقة اللي احنا نريدها لازم يكون اكو اشياء اضافية اذن هي ما احنا نذكر المظار اللي بيها انه هي ما راح تقدر تنطينا كل الطاقة اللي احتاجها من الكهرباء او لاشياء اخرى اذا اذن ذكرت الادفانتج والدس ادفانتج خلي نشوف شنو اهم الاسئلة اللي عن هاي القطعة طبعا القطعة مترجمة وكاملة بمزمتي عربي انجليزي وايضا اسئلة اللي قطعة راح تكون ويند باور شنو اهم جانب من طاقة الرياح او اهم شي نقدر نذكره عن الرياح انه هي ويند باور is a clean energy هي طاقة نظيفة يعني شنو طاقة نظيفة يعني ما بيها لا تلوث لا دخان ولا نفايات ولا ايشي هي طاقة متجددة احتمال يجينا على شكل فراغ نعم جدا المحتمل ان يجيك على شكل فراغ اثنين واي كنات وي only use a wind power to supply our energy ليش ما نقدر احنا نعتمد على الرياح بس حتى تزودنا من الطاقة اللي احنا نريدها برأيكم because wind turbine cannot supply all our energy لان التوربينات ما ممكن ان تكون كافية يعني هذا الكون الكامل معقول احنا نعتمد بس على هاي التوربينات حتى ينطينا طاقة طبعا لا احنا نحتاج الى امور ثانية حتى تنطينا طاقة فيكون السؤال يقول ليش ما ممكن انه احنا نستخدم بس الرياح او التوربينات حتى تنطينا مصدر للطاقة الجواب راح يكون because wind turbines cannot supply all of our energy مستحيل راح تقدر تنطينا كل المتطلباتنا او كل احتياجاتنا من الطاقة اللي احنا نريد سواء كانت طاقة كهربائية او الطاقات الاخرى ثلاثة why does the author say when power is efficient ليش المؤلف قال اوثر طبعا احنا اخدناها بالسوينج وبالكناري مؤلف الكناري مؤلف لسوينج كلمة اوثر مؤلف ليش قال انه wind power efficient قال طاقة الرياح كفوئة ليش او ممكن ينطيني بصيغة ثانية يقول when power is efficient because طاقة الهواء هي efficient لانه شو راح اقول آني راح اقول because the land under turbine can still be used for agriculture قال كفوئة لانه الارض اللي جو التوربينات يمكن زراعتها مرة ثانية اذا هي مدى الضرر اوكي مدى ممكن زراعة اذا هي مؤثره زين خمسة people complain that winter pine are الناس يتقول يشتكون انه اعتقد هذا جدا مرشح هاي السنة شي يقولون انه هي unattractive غير جذابة وnoisy مزعجة مهم مرشح ستة people think that winter pines are unattractive and قلنا شنو noisy ومزعجة سبعة what two complaints do people who live near the wind turbines have about them شنو شنو الامرين اللي يشتكون طبعا اذا شفون قد الصيارة كلها نفس الجواب الناس من شنو يشتكون يشتكون انه هي unattractive ونويزي ومزعجة ثمانية يقول الwind power is renewable because it will never run out هي تعتبر طاقة مجددة لأمستحيل تنفذ أو تخلص متجددة الظل تسعة in what ways has wind power been used for thousand of year قبل آلاف السنين شنو عتمدوا يستخدمون الرياح الشنو the power sailing boat للقوارب all over the world طعا خول العالم وراها to grant corn to grant corn into floor of bird حتى يطحنون الحبوب الذرة ويساوون من عندها طحين عشرة the main هاي طبعا بس تلقي كلمة advantage مهمة the main advantage المميزات of wind power is that فراغ شنو مميزاتها إنو هي clean energy clean energy إنو هي طاقة نظيفة clean energy داش in Europe the wind was used for a long time too الاستخدموها بأوروبا حتى شي يساوون قلنا يطحنون الذرة ويساوون طحين إذن to grant corn into floor of bird اللي هي طحن حبوب الطحين الذرة ويساوون من عندها خوز wind wind is caused by الرياح تنتج من a changing temperature in the air تنتج من تغيرات الدايات الحرارة بالهواء ثلاثتعاش when power doesn't produce any waste or green house gases true law false ما تنتج اي نفايات صح اربعة عشر people who live near the turbines find them قلنا تشوف 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 منظر طبيعة خمسطعش 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 تقول what is the main advantage of wind power قلنا نو هي clean energy ستاش what are the advantage of wind power انه هي clean renewable and efficient مميزات من يقول لك انطين مميزات انه هي clean نظيفة renewable متجددة efficient فعالة او كفوئة سبعة عشر the wind is a natural resources that people have been using for a thousand of year هل هي مصدر طبيعي استخدمون الناس من اياف السنوات صح the last one 18 doesn't power have some disadvantage هل لديها بعض العيوب هاي الرياح طبعا yes it does لديها الكثير من العيوب 19 لازم نذكر شنو هاي العيوب what are the disadvantage ما هي هاي العيوب احنا ذكرنا advantage انه هي نظيفة وانه efficient كفوئة زين العيوب شنو هي العيوب للتور pines unattractive spoil the landscape وتسوي خلل بالمنظر للطبيعة quite noisy كلش مزعجة near a lot of money تحتاجه غاية فلوس doesn't supply all of our energy needs ايضا جدا مهم هذا السؤال شنو هي مضار او مساوئ هاي المصائل الرياح وطاقة الرياح انه انا اتركت بغير جذا من ناحية دي الشكل spoil the land escape تتلف منظرها العفو يعني منظر land escape الموجود quite noisy مزعجة near a lot of money تحتاج هواية فلوس حتى نقعد نسويها صيانة حتى تكون بلا صوت ما تنطينا كل احتياجاتنا من الطاقة زي ما بيها دس ادفانتج غلط بيها وذكرناها واين باور is developed to هي تطورت حتى ش تسوي من طورها ش تسوي وستغنوها بال provide electricity حتى يزودنا بطاقة الكهرباء آخر تطوير ثوابية انه تنطينا ناخد طاقة electricity اللي هي الكهرباء 22 why can the land under the turbines still be useful for agriculture ليش الارض اللي جوه التوربينات نقدر نزراحها قلنا هاي التوربينات طاحونة الهواء شعر فيها اكيد جوه هالأرض ليش نقدر نزراحها because when turbines are quite tall هي كلش طويلة يعني الجوهها عادي ما يتأثر بالأشياء الموجودة مدام هي طويلة ذنجوه طبيعي نقدر نستخدمه بالزراعة the last question can when can when turbine supply all of our energy need هل ممكن الرياح ان تزودنا بكل الطاقة اللي احنا نحتاجها راح يكون الجواب no it can't لا ما تقدر تزودنا بكل مصادر الطاقة او الرياح اللي احنا نريدها حرفيا حرفيا انا برأي تعتبر هاي قطعة من اسهل القطعة اللي عندك بالكتاب يعني من جماعة زي الطرق وغيرها هل قطعة هي سهلة فاللي اتمنى من عندك تفتح الكتاب ويايا تقرأ قطعة ويايا والاسئلة موجودة صحة هواية بس اذا نرجع نقلصها ولا ما يطلع بها عشرة اسئلة لان هل قطعة عايدة بالاسئلة لان انا بتوفتك كل الاشكال الاشكال الوزارية للسؤال الواحد انا اكون ختمت يونت 8 اليوم وياك ان شاء الله يكون سهل وخفيف كملت لك ثلاث محاضرات بس تقدر من تصيونت 8 تفتح حالة ثلاث محاضرات وتكتفي بيها ما دري شنو يلا بي واي ترجمة نانسي قنقر